فأظن هو مفارق بمشاعر وهو راجع بمشاعر تاني يتكلم عن الحب عن حبيبته ده ملعب يعتبر له سبعين في المية من الحذ الحب مطلق الحب للحب نفس لما لا ترق والمدامع كالمطر والجسم أضحى من جفاكية في ضجر لا تمنعي عن المعالج إذ حضر وصفيه سقمي لأن حبي بلا كذر فلعله يصف العلاج في موضعه بيفرق هذه القبيلة عن هذه قبيلة تانية؟ طبعاً بيفرق في إيه بقى؟ بيفرق في أنه تاريخ القبيلة دي إيه؟ ماضيها إيه؟ إيه المشرف منها؟ عشان هو يقول عليه مثلاً يعني في واحد قال قومي سلاطين الحجاز وبأسرها دانت لهم كل الجيوش رقابة يا ربي خلد ملكهم لدى الورى واصلح زوات البين والأحباب شيخ جابر حبابك الحمد لله كله كويس؟ الله يخليك قل لي بقى اللي إنت بتقوله ده بتقوله فينه؟ في أي مكان في أي مكان؟ ممكن في مجلس ذكر جاعدة كده ممكن أو في حضرة أو مع نفسي اتنقل من فكرة الجمال والصفر إلى الحضرات والذكر صح كده؟ أيوة بالضبط توارث لو إنت هتبتدي مجلس في الحدي في الذكر هترتب إزاي؟ طبعاً بتبدأ هي القصيدة بتكون مرتبة أصلاً يعني إنما الأداء نفسه طب الأداء اللي مؤد ده لازم يختار يعني أول حاج يكون هادي كده ويقول بالراحة في الأول مثلاً حسب النهج يعني بتعلموا حد جديد بقى المسألة دي؟ آه فيه يعني فيه شباب صغير؟ اللي المحب أو الغاوي اللي عاوز برضو مستعد بيتحلم فهذه رحلة للقلب شافية فيها المودات والأوقات صافية ومثلها أربع يا ساح وافيتان أمن وخصب وتيسير وعافية لا هم فيها يرى أصلاً ولا نكداً لما بلغنا المنا من حجة واجبات صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم